مرحبا جميعا اليوم إن شاء الله سأذهب معك مع أكثر المشكلة عن المستقبلات وعلى المستقبلات هناك بعض المسؤولات المستقبلات 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 ثم يقولك تخيل تخيل إنتفل متحانة التفقد هناك بعض المستقبلات نقرر مبسكًا هناك بعض المستقبلات الماسم يتجمع يعني نضع الكبير من المستقبلات المستقبلات كيف نتجمع الكبير؟ بسرعة انا هاخدر واحدة هاحل لي واحدة معك انا هسيب لك اعتقد دي و دي ممكن يسيبهم لك بس اللي ممكن قلت اللي تكون فيوزن يعني مش كون فيوزن ولا حاجة يا اي وان يا اي تو خلينا احل لك اي احل لك اي تو عشان ننتقل شوية تحب لك بسرعة اي تو اوكي دم تعالى نبص على اي تو بنسي بص الكادر ده باي من كاملة ان انا واقف ركتل هنا باي اوكي شباب لو سمحت تخليك معايا في النمبر ده ان انا ممكن اغلطونا مكتب بسرعة دوة 2 ده 1 ده 3 ده negative 1 يوسف تبعني بالله واحد 1 1 negative 1 and 1 the last column is 0 2 1 and 0 علشان اقدر احدد الرنك ايه الاشنال 4 ايه الاشنال 4 ركوم شو موسيقى 1 and 0. 2nd step. عايز عامليه؟ number 0. ازاي خلي number 0؟ خلاص احنا كلنا غرينا عحوش فيها. سرعة. على طول. negative 2 added on the second row. يبدأ 1. 1, 2. negative 2 plus 2 so it's gonna be 0. negative 2 plus 1 so it's gonna be negative 1. بعدين. negative 2 times 2 negative 4 plus 0 so it's gonna be negative 4. سرعة. يوسف برجكة عشان خاطر. اضرب الاوليني في negative 3 و قال negative 3 plus 3 so it's gonna be 0. negative 3 و minus 1 is gonna be negative 4. negative 3 times 2 so it's gonna come up to negative 6. صح كده؟ plus 1 so it's gonna be negative 5. مش كده برده؟ same way like. 1 plus negative 1 it's gonna be 0. 1 plus 1 so it's gonna be 2. 2 plus 0 so it will be 2. htay. بينما Commentary. about negative 3 Number 5 plus 3 equals 0. Negative 3 equals negative 1. negative 4 negative 6 plus 1. so it's gonna be negative 5. Next step jump, ثابت. ثابت وFT زالة rounds . اء ليس نقطو معénomبر يلي بعدين. which is? ок ok اعطوا حق علم التبريح مصمم المنزل لذلك قد يعلن التبريح قد يكون صاخبر صاخر و ثم غاضب لنكبت أعطي لا دعين نحن صغيرا الانتطال يسببت ملتبيين من تنسل ملتبيين من حسابه 0, 0 and 1 هذا هو 0, 1 اور 4 هذا هو 1, 1 وينة هذه ملتبيين من مثلما ملتبياً 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 سوف نسمع رو فنعكل جزيزيزيزيزيزيز فنحن طريق الصورة هم تبصيح لغة ما هي درانطانات الهماعي الدرانطانات الملتبياً هو نوع الآن من هنا زر امار فالطول هنا R of A equal to 3 يجب أن تحقق ذلك بقيت هذه المشكلة يجب أن تحقق ذلك معي يا أحمد الجزء ده يجب أن أعمله بإدائية يعني يجب أن تعمل هذه المشكلة هنا بص بص مسألة ديك ليس قوي وخطيرة يقول لك فاين درمك 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 إذا قد يبدأ تتصل إلى الإشارة 4 سيجد أن تجد بعض المشكلة dependية يجب أن تتكلم حتى تعتقد عندما تتكلم إعطاف هذا المشكلة أعرف ما سيكون بما أنه إذا لم يكون أعرف ما سيكون هذه المتطقة توجد أليس هذه المتطقة توجد أليس في الثالث و في الثالث روه هذه المقرية توجه بيتا و ألفا أعتقد أن أحاول أن أفعل بكم المقرية دي المقرية توجه بيتا و ألفا لترى إذا كنا هناك عبارات الأمر أن أريد أن تفضل معلومات بشكل أقليل أقليل هل ستصبح؟ نعم و لكننا هذه الأمر في الأولياء فأنا نحن نقوم بحثة أولاً ثم يجب أن الوضعين يقومون بشكل مزال ثم ستصبح واحداً لأولاً و ستجدت أن الأمر الذي يجب أن يدعاً للأمر تباوزي أنا أستطيع فهمها أنا أستطيع أن أتعلم أنا أستطيع فهمها إن شاء الله سأكون تباوزي سأتحدث عن المناسبة تباوزي هوا نفس الأمر اللي أنا أعملها دلوقتي بس معلش دي محتاجك تشوفيها بس ايه بس احبار اللي جاية بص حاجات كتير قوي عايزة اقولها لك بس وعايزة بتابعني انت عندك الفيديو ريكوردت فامتقدر تشعله وتوقفها تابعني قوي في اللي جاية بان سيدي نو سيلفون يوسف عشان خطر بلاش سيلفون وبلاش دي اوكي تعال معايا كده في اخر واحدة انا هحاول اكتباه كبيرة علشان محتاجك انها تبقى واضحة قدامك منوني كده شننظر شايف الفا ها زيرو ها شبير نغتب وون بعدين زاهر عندي مين بتا بعدين for the second joke سدنا بي 1 1 بعدين زرو بعدين تتا بعدين زرو بعدين دل فور ونس اوكي الثالث ون 1 1 0 1 تمام تمام جهد ابدأ دلوقتي، ايه الخطة بتاعتنا؟ هحاول اوصل لإشلون فورو أوتوماتيك وانا باشتغل، الألفة والبيت هدول هيتحركوا مع بعض والكون داش انا يزهروا قدامك، يباقيك دينه طميمة علشان to play with it, I think we can move the last row instead of the first row I will do that. ليه؟ عشان يبقى عندي positive one start moving these rows instead of each other so the first row will come up to one, one, zero and one but say exactly, I can move the third row instead of the first one it's okay, you can do that also but I've prepared to make alpha the last row مش معنى؟ عشان أخلي الملتبليكيشن in negative alpha the last thing that they do فيبقى the conditions تظهر فين في آخر row وانا بجرب، مش متأقل له اوكي، انا هدئلها تاني عشان مش يحصل mistakes معاك one, zero, beta, zero, one, 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 one then I will have alpha, then zero, then negative one and then beta and I will start the row operations, the other row operations in the sake of having zeros beneath the first number so I will multiply negative one and then I will add it on this row no, wait okay, let's do it this way because beta, you have zero above this value start negative one plus one so the result will be? zero negative one plus zero so the result will be? negative one negative times zero which is zero and we will have? beta negative one plus zero so the result will be? negative one once more zero I will multiply this value which is the pivot of the first row by negative one and then adding it on the third row negative one plus one so the result will be? zero negative one plus one so the result will be? zero negative one times zero is gonna be zero plus one? one negative one plus one so the result will be? zero 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 why is it one? I'm multiplying the negative one, repeat it with me negative one plus one, zero negative one plus one, zero negative one times zero, zero plus one, one negative one plus one so the result will be? zero okay? same way exactly I need this alpha value equal to? zero how to make it equal to zero, Layla? I will multiply the first row in alpha okay? I'm not gonna be afraid, it's a number, it's a color value so negative alpha, I'm saying negative alpha plus alpha so the result will be? zero negative alpha plus zero so it will be? negative alpha negative alpha times zero plus negative one so it will be? negative one negative one times alpha is gonna be negative alpha then I will add it to beta so this value is beta minus alpha I've adjusted the first row exactly the same number okay? you don't have much to use better It's people should only get BE saw instead of these neuro ابدأ ثقر how to manipulate these rows علشان تكنسل أكبر نمبر وتحافظ على السيقونس اللي احنا مشين بيه this value equal to negative 1 I need this row to be positive 1 so simply I can do that by multiplying by negative 1 بنسي I'm in second row the road I want the number that give a positive 1 عشان خلني negative 1 I will multiply in so it's gonna be positive and the negative and positive yes I've multiplied the negative okay perfect okay next step I'll start a new matrix and I'll start new matrix out let's start my first row I'm not gonna look at it which is 1 1 0 and 1 the second row also will be exactly the same which is 0 1 I have negative beta and the last number is positive 1 okay okay معايا يا شباب مشان انا مدربت خلاص شبت He's talking about the switch at the beginning The switch at the beginning The switch is what? ليه عملنا نكتب عشان عايزه positive 1 فقدر استخدمه عشان اخلي numbers اللي تحتيه او values اللي تحتيه كله ب 0 أنا دايما بعمل كده okay this row looks amazing so I'm not gonna play with it okay which is 0 0 بعدين 1 بعدين 0 71 opposite and the number that can negative alpha is like to force negative alpha to equal to 0 multiply by alpha I will multiply the pivot row by alpha then I will add start 100 of alpha alpha times 0 plus a 0 so the result will be 0 alpha times 1 so it's gonna be positive alpha with negative alpha yeah 0 I will multiply alpha by negative beta okay I will multiply alpha please Ibrahim alpha times negative beta so the result should be negative beta times alpha then I will add on negative 1 so this value is gonna be negative 1 negative beta times alpha same way like same steps I will multiply by alpha in post of 1 which is gonna be alpha then I will add it on beta minus alpha so the result will be beta معايا يوسف احمر متابعني شايف انا مش خايف انا ماشي على steps بالزبط الحاجة الوحيدة اللي عايزك تخلي بالك منها negative signs positive signs شوف انا بكتبهم حافظ عليهم خلي بالك عشان ما اجيش اصطاق بعد كده الحركة اللي بعدية خلي بالك il first column adjusted second column adjusted third one almost adjusted the remaining issue is I need to remove this value عزا ماشي ازاي ماشي Okay I can rewrite it to be a negative of 1 plus beta times alpha Is it okay with you? I've just taken negative as a comment Okay now if I need this value to equal to 0 or become 0 All I have to do The last step I will multiply this row by positive 1 plus beta times alpha Then I will add it on the last row I will do this in the last matrix Step by step Okay this is the last matrix I believe Which is going to contain the condition Then I will start with the first row Which is 1, 1, 0 and 1 The second row will be 0, 1, negative beta and positive 1 The third row which is going to be 0, 0, 1 and 0 Now I will multiply in 1 plus beta times alpha Times 1 you will have the same value This is the opposite value of this number So the result will be 0 Then I will multiply this value by 0 Okay So actually this problem It's really very nice He started with you with how many variables Two of them Two of them And you ended up having just only one value to control the rank Think I won't write this statement for this problem So I will write For Any Value Of Alpha Okay With Beta Equal To 0 The rank Of This matrix Which is called The D matrix The rank of the D Will equal to how many Three Why Why Because if I put beta to 0 It will be how many Non-zero rules The first The second And the third The rank of the matrix Three Okay For Any value Of Alpha And Beta Doesn't Equal To 0 So you are talking about the fourth rank Please Try to do exactly the same With the remaining Three problems In a similar Can we deduce that Beta is not equal to 0 The rank number four You will have a rank of four Fourth rank But if beta equal to 0 The rank will be Three He is asking you About the value of beta That's controlling what Rank Okay Statement Find the rank of the volume matrices For each value of mean Of alpha and beta Okay What happened Okay I have to take the next Let's take the next Don't be afraid Of another constant Don't be afraid To do the same Procedures That's what you need Either Getting an echelon four Or a reduced echelon four Is it You're with me I'm Okay Let me Let's take the next Look at the problem That's what I have to do Look at the problem I can't Compute 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 The set Of values Alpha Alpha That's it The set Of values Of alpha Such that The matrix The matrix Is Invertible What's the condition Of having an inverse For a matrix Invertible Means you You can get Its inverse Okay So This matrix Should have a rank Of Three Which means She She shouldn't This matrix Shouldn't have A complete row Of zero Or two rows So the rank Must be Three Three This is the condition That you will Think about While solving This problem Once Move How to do it And she Says Same steps I will leave The first row As it is I will multiply The first row By negative one Adding it On the second row I will get to zero Then I will multiply The first row And negative two Adding it On the Last row As it is Then I will move To this number Of course It will be changed I believe It's gonna be Positive two So multiply On one Over two In order to go Over this number And to bring it To one Then multiply By the number That existed Beneath it And they add Exactly the similar You will find The condition here Which is It will be Something else Alpha plus Or minus Something If it's equal To zero Then you are not Going to be able To invert This matrix Other than that It will be an equation Okay Other than that You will be able To get Its inverse Okay Choose any number And get the inverse I'm not gonna lose A time In this problem But please try to do it It's exactly the same Similar to the last ones And if you would like Consider the matrices Consider the matrices Indeed This is the first matrix Second Third And four Indicate Which are invertible And If so Determine their inverse What are the matrices D? What is the inverse The inverse To the inverse Which is the inverse To make it To make it Invertible What is the time You are not It is not You are not If it is not Okay خليني خليني خوش طب هؤلاء أرداد الوقت بص المسائل اللي موجودة قداما كدير فلترينيج أساسا لما باقي الوقت الوقت أنا ببص مني أنا عندي 20 questions in 2 hours 2 hours means 120 minutes 120 minutes over 20 so you will have the time for each question try to solve as fast as بصر each and every question remember he's gonna study anyone who puts an exam studying the time for you to be able to complete this exam so he will give you some questions which are really very simple it needs just your understanding to answer it there will be no plenty of sequences or movements at these problems okay but another type of these questions will need more most steps فاهمني يا أحمد أنا رضيت عليك يعني يعني قسم الوقت على عدد المسائل اللي موجودة في المتحان عندي 120 مثلا بعض المسائل المفترض انها تاخد 6 minutes بعض المسائل المفترض انها تاخد 1 minute فاهمني بعض المسائل هتاخد 12 minutes أو 10 minutes المفترض انها تاخد المفترض انها تاخد 20 minutes المشكلة معك في حاجة واحدة وده اللي بيوضح لكسفيريانسين الان اجزام رقم واحد لا تاخد ان اجزام وكسفيريانسين لازم تعمل تعمل معاً فلسطول لازم تعمل اجزام معلاش الناس هو هيجيب لك واحدة فيه انا دلوقتي مش هو هيجيب لك حد ايه او هيمشي ازاي يعني اوضع عشان ويقول لي مثلا حدد اني واحدة فيها بعد كان حدد اه هيجيب لك 2 هيجيب لك 1 هيجيب لك واحدة هيجيب لك واحدة بس يقول لك هي اصبر اللحظة اللي تسأل فيها السؤال ده. اللحظة اللي انا محتاج الكنسنتريشن بتاعك فيها دلوقت. how to solve it? بس. لكن what's gonna happen? down the road? لما الاول تجت للسكيلز انك تحمي ده بسرعة خلاص كي ما كش في النقطة. اوكي? طبعا. دول عشان اعملهم زي ما انا قلت لك. indicate which is a harder to indicate that. اول واحدة يا طرق اقدر اجبهم على ال 24 مواضيع الحاجة الوحيدة اللي في ايدي. فهدأ هو هنا بيعملك trading. فان انت بتتدرب انا ممتخدش مسائلت دي بتحقيق. انزل. ده سؤال حين. ده سؤالي دي هكفي انت حين. اللي فات ده كان بيدربك على مين? على انك to work them. تعال بقى ايه? بس سؤال ده كميز. انا طبعا لو بيبتلك ده مش هديك الاتنين دول. واصلا مش هسأله لك ايه? انت فاهم? بس رابع من فضل. بص كده يوسف. موضوع لزيز. سا. بتغرف تجاوكم بصورة. لو احب بيفكر. هنا بيقول لك انا ميديك الاي ماتريكس. شايفي الاي ماتريكس? حلوة صح? اه يعني حلوة? لا. فيها الكامر او. ايه التالي ده او اربع كامر. وميديك البي ماتريكس. which is three by one. راجل الخليف. اول ما انت شفت حرف الاس. اس ده ستاند فور. system of equations. جلع. جلع. ده system ما نشوف. لايه. the system of linear equations. بصره لو سمعت. ax equal b. ايه اللي انت خريطت ومستر احمد. اني ديه اكس اكوالك. اني ديه اكس اكوالك. اني ديه اكس اكوالك. اه بص. ولافت نظرك. انا فاهم لفت نظرك حاجة تانية. اني دول. how many equations. three by four by three. by how many variable. four. يعني السيستم بتاعي ده شوف مردرد ما بصيت عليه. موجود فيه how many variables. اه. four variables. يعني انا اكس one. اكس two. اكس. شي اكس مين. اكس اكس اكس. خلي بالك. اني دول three equations. it make sense. لو انا عملت multiplication. I'm afraid of mean an equation. بيديك ده. بيقولك without solving the system. من غير ما تحيله. اوكي. طب ممكن مقولكش ده. يعني معلش نحي سيب ده وفي متحال. انا مش عمله ده. انا ساعد. اروح بيديهولك كال. بيديهولك. وروح ايليك. number eight. is which one of these alternatives is a solution for this system. لكن هنا هو واخده واخده بعض. سنة بسنة. بيعرفت نظرك الاول. انه متحلهوش يعني. مش عمد راحش تلبس فرحيت وابتياس عقيد. بعدين روح ايليك. هل negative one. positive one. positive one. three. is a solution of us. هو ده ينفع يبقى solution. we're not sure اصلا. ماشي. هو بيحاول. to train you. ينفة انتبارك ازاي تعمل ده. طبعا عمل ايه ولا اسفل. ليه؟ لان ببساطة. من غير ما تحل. فكه equation. شو ما فرا نونس. مين هي رفي فكهم equation زي احمد. اللي حل systems كتير. ففاهم على الطول ان ال first equation. حد لي ما اللي قالي. the first equation. can you. one x. x one. x plus y. plus x two. plus two of an x three. minus x four. which should equal two. negative one. the second equation. will be. two of an x one. okay. plus two of an x two. plus negative two of an x three. plus two of an x four. which is supposed to equal two. two of an. the last one. which is six x three. minus a four of an x four. should equal two. negative six. this is the three equation. in four alone. simply. substitute. replace x one, x two, x three, x four. with substitute the numbers. right hand equal to left hand. ديهوري اللي مجود شعيد. طب استنى. تسدى. ان في حاجة تانية تطلعها لك. كده. ايه بقى. تعال حبت الماتريكس ديكا. يعني ده حل. ده مسود ممكن تعمله. اضعف حاجة. بس في حاجة تانية يوسف. الازو اسكل. كل اللي انا هعمله. اروح كاي كاتر دي. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 0. 0. 6. 4. times. simply. negative 1. positive 1. positive 1. and 3. and i will evaluate this multiplication. which. could be. could work. because this matrix. is a 3 by 4. this matrix. is a 4 by 1. so the result will be. 3 by 1. and should. and you should compare this one. up to the. b matrix. يبقى كل اللي انا هعمله يا احمد. 1. times negative 1. ماللين. negative 1. 1. times 1. positive 1. the result will be 0. 2 times 1. which is gonna be. a 2. negative 1. times 3. negative 3. so the sum will be. negative 1. 2. second job. اعمل multiplication. 2. times negative 1. negative 2. 2. plus 1. be 2. sum. equals 0. negative 2. times 1. which is negative 2. 2. times 3. which is. 6. 6. negative 1. i'm sorry. negative 2. similarly like. for the last one. this is gonna be 6. this is gonna be. minus 12. so the difference will be. negative 6. yes. yes. this is a solution for the system. in a similar manner. نفس الاسلوب. معايا مستر احمد. هروح رايا. نكانسل النمبرز دي. واعوض عنا 1-0-1-0. واعمل نفس البروسس بزاو. بكتالي الممبرز. فاهم. لازم عملو بي بقى لو تلافيني صحة وخلاص. ما بقد النظر. انا مش بارجيو فدا دلوقت. انا باوضح لك. اهو ده. بص يا احمد انت كم قدامك كام alternative عشان تجو through it. three of them. دخلي بالك three of them وانت مذاكري. فاهم انا بقول ايه. انت بتختار. طب اها بتختار ازاي. لازم يعملك ال experience. صح كده. ال experience دي فيك ازاي. انك بتو صور في بروبس. اوكي خلاص. وفرست فول don't be afraid. ما تقراش صور له انت خالف. معاي? عارف عارف المتحان ده انا دايما معارش الانس دايما المتحان ده انا بتخيله ازاي واحد داخل يحارب واحد. لو انت داخل في البداية او تتخالي مع واحد. انا داخل اتخالي مع يوسف ومرعوب من يوسف. هتبقى النتيجة ايه? هيتحمق. صح والاي? هي هي نفس الفكرة بزبط. don't be afraid. تعالوا بص على اللي بعدها لانها احلى بكتير. ايه. تحفر. حلو. اقرأ. باش تزوم شو. اه حاضر. مش هتزوم في سلاكتتها مش هالي اه هالي صورة ولا? اه. 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 خد. بص اتراح فين يا بنسيه. صورت احري وقامي. بص بيقول. أجد. احاول سيستم of linear equation with three unknowns كل بارك with three unknowns كل كلمة count بيقول find a consistent system of equations with how many unknowns three unknowns بيقولك which had the following number of three variables يعني three variables رقم واحد one free variable رقم two two free variables رقم ها فكر هو يسألك can be three the number can be three the number of three variables يعني ممكن يبعندي three variables three free variables three three variables هو يعني three variables أيوة أيوة يعني انت سمعت كلمة free variable degree of freedom أيوة أيوة يعني أيوة degree of freedom يعني difference بين الرنك والنمبر of the of variables يعني consistent infinite number of solutions يعني معنى أنا عايزك تبتبلي مثال لسيستم of equations فيه how many degree of freedom واحد أسهل حاجة اوكي A x1 plus D of an x2 plus C of an x3 equal D ماشي ما عليش خليلي ينزل آخر السؤال ده ما عايزه أحد يصور لأنه ممكن كمبيوتر تبتلي أو استنى معنى شاش عايز أتكلم أكاد وبعدين هرب عليها بص ده x plus an alpha times y يا شباب باللخل ليك معا beta times z equal 1 second question ومديك A alpha times beta minus 1 times y equal to alpha the third one is x plus an alpha times y plus z equal to b squared he is asking you about the values of alpha and beta that will force this system to have a unique solution infinite number of solutions and no solution he is asking you about the values the value of three of the variables alpha and beta that will make this system to have one solution two solutions I'm sorry one unique solution or infinite number of solutions no solution خليدينا هرق على المسألة دا هرق على المسألة ركز مايامي انا عايز عرف ايش هكي three equations in three unknowns that will develop one degree of freedom okay this is gonna be ax1 bx2 cx3 plus d the second equation i will write it e of an x1 plus d of an x2 plus ebcd e f of an x3 which equal g this is the second equation the third one رأيك رأيك اكتب the third one ازاي رأيك اكتب the third equation ازاي عشان السيستم دا two equations in three variables ماهلو two equations in three variables you will have one degree of freedom ازاي اكتب هلو بسيطة هلو بس 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 let's say l a of x1 plus l b of x2 plus l c of an x3 equal l times d system اللي انا كتب with any values with any numbers will develop one degree of freedom system دا هيديلك one degree of freedom يعني معناها you will have one free variable وشو انسيلي بيتموش معايا دكتور ماشي خلاص مش عايزو بيتموش معايا تاقي السؤال دا سري جدا بس هو بيقولك لو سمحت اديني اجزامي three questions in three unknowns that will develop one degree of freedom يحمد يعني هي one degree of freedom يعني عندي two independent equations and the one dependent equation دا اللي انا عملتوا اليها كتبت الفرست equation any numbers which is ax1bx2cx3 plus equal to d abcd هاي numbers belongs to r طيب الساكن the equations انا فهمتك انهم شفريت معايا فلذلك حطيت e d f and g numbers standard يسووا بعض ما يسووش بعض ايضون كير لكن خلي بالك من الثارد equation بص يا احمد كده انا ادربت scholar value which is l في نفس الفرست equation ودي اتهرك تاني دا معناه ان انت عندك هما هتبدأ بثري equations لكن وقتنا تتيج to go to an ishron form one of them will be saqueer فyou will end up having how many rows two rows so the rank will be two and you have three variables so the difference will be one فانت لو جبت حل هتطلع two variables as a function in the third one هتطلع اتنين بدلال اتنين واحد طيب هو قالك وريلي السيستم دا لو فيه two declarations